افتح لي قلبك كده يا بصير عشان هتكلم معاك في نقطة دقيقة شوية في علاقتنا بالصنة حتى نرحل من الشتات إلى اليقين بعض المصلين عندهم كبائر في حياتهم مصرين عليها واللي بيصلي وعنده كبيرة مصر عليها اتكالاً واعتماداً انه بيصلي فكأن ربنا سبحانه وتعالى هيفوت له الكبيرة دي لانه بيصلي انا احسن من غير يا رب انا بعمل الكبيرة دي زي غيري بس غير اللي بيعمل الكبيرة دي اصلاً مش بيصلي لك فانا بعمل الكبيرة دي وبصلي فهو مصر على ده اتكالاً على الصلاة اللي مننا كده عنده حلين حل شيطاني انه يسيب الصلاة بما انه بيعمل كبائر هعمل ايه بقى ما هي بايزة بايزة ويروح للحديث المكذوب الباطل اللي العلماء قالوا النبي ما قالش كده من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له النبي ما قالش كده وعنده حل تاني نبوي رباني انه يستمر على صلاته ولكن يبقى جوه والصلاة دي بيدعي ان ربنا ينجيم للكبيرة دي والنبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل عن واحد بيعمل كبيرة من الفواحش وبيصلي قال ستنهاه صلاته يوما يبقى روح للصلاة بنية ان انتهي جوه الصلاة دي بالدعاء واللجوء لربنا عن هذه الفحشاء والمنكر ده ومن اشهر الذنوب الكبيرة اللي بتتعمل وبيعملها المصلين الغيبة احنا ما عندناش عالم بيقول ان الغيبة ان يجيب في سيرة حد في ظهره وقطع في فروته كلم في سمعته محدش بيقول انها صغيرة من الصغائل ما بعد شوية لما نقوم من القاعدة انا روح نصلي وربنا بقى غفور رحيم انا روح اصلي واقوله بن ايدي يا رب سامحني ان جبت سيرة حد وارجع من الصلاة دي عند نفس الناس اقولهم والله يا جامعة انا غلط كانش بفود اتكلم عليه ده انسان محترم وشوفنا منه ايامك وايسف واحد اثنين ثلاثة فالصلاة خلتني نهيتني عن الكبيرة دي مش اخلص غيبة وروح اصلي احسن من غيري برضو ايوا انت احسن من غيرك بس الصلاة بالطريقة دي هترجعني اجرأ على الغيبة من برضو من الكبائر دي الشخص الغليظ الشتام ايوا الست او الراجل الشتام اشتموا بعض اهدلوا بعض اشتموا عيالهم اشتموا الناس في المعاملات وفي الخناءات سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم فانت النهاردة بتتكلم على اكبر حديث في دننا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فالسباب والان الله يبغض الفاحشة البذي الغلظة دي بس برضو هو بيصلي ولا هي بتصلي الحل فين بلا شتات انك انت وانت رايح للصلاة رايح تقوله حقك علي اني بعمل الكبيرة دي مش رايح تقوله انا بعمل الكبيرة بس جاي اصلي لك فالطبيعة اتفوت لي دي ده في ناس بتعمل الكبيرة ما بتصليش اصلا ففيها شيء من المن كده على ربنا سبحانه وتعالى برضو من الكبائل اللي بتعمل عدم مراعاة الحقوق المالية وعدم اتقان العمل فابقى بشتغل ساعة ولا ساعتين في التمن ساعات وبقوله قبضني اخر الشهر وبحط الكارت بتاعي لو ناقص في الاتم ناقص جنيه راح اقولي الشركة فين حقي مع اني اشتغلت عشر اللي المفروضة اشتغله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس لو هاخد حقي منك يستوفون واذا كالوهم لو هتديلوا حقه بقى واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم عشان كده بقولك شوف الحتة دي بس يا ربي اوصلها زي ما هي جوايا كده احنا مش هنسيب الصلاة عشان فيك باء لكن مش هنروح للصلاة كأني بقول له ربنا تمام انا مضيت افوت لي بقى الحاجات الكبيرة دي ما انا احسن من غيري فخدها كده على وجه اليقين وكون بصيرا بعلقتك بالصلاة هي بتقربك من ربنا ولا الصلاة دي بتسكت ضميرك اللي ساعات بيوجعك على الكبائر فمش بتوب منها بسكته بالصلاة والحل النبوي ستنهاه صلاته يوما فادخل على الصلاة دخول التائبين اللي بيدعي في صلاته انا عارف يا رب الكبير اللي في حياتي لو كان واحد بيشرب وبيصلي اوعد سيب صلاتك خليك بتصلي على طول حتى لو بتشرب بس جوا الصلاة ادعي ان ربنا ينجيك من الشرب ده لانها كبيرة من اكبر الكبائر فاذهب الى الصلاة وانت على يقين ان وانت بتدعي وانت ساجد ربنا هينجيك ولا تتاكل على صلاتك فتصر على الكبائر وكون بصير بطبيعة علاقة قلبك بركن الاسلام الاول بعد الشهادتين وهو الصلاة اشتركوا في القناة